أعزائي طلبة الصف السادس أهلاً وسهلاً بكم مع درسنا لهذا اليوم وهو بعنوان التجربة العشوائية هيا بنا نبدأ بأهداف هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من أنشطة هذا الدرس أن تكون قادراً على واحد تمييز التجربة العشوائية من غير العشوائية اثنين كتابة الفضاء العيني لتجربة عشوائية هيا بنا أحبائي ننتقل إلى النشاط الأول لعبت رغد مع صديقتها سلمة لعبات السلم والثعبان باستخدام حجر النرد ماذا سيحدث لو ألقت رغد حجر النرد؟ نحن نعرف أن حجر النرد عبارة عن مكعب يحتوي على عدة أرقام وهي إما رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة هذه هي الأرقام الموجودة على حجر النرد الوجه الظاهر سيستقر على أحد الأعداد من العدد واحد إلى العدد ستة لا يمكن لرغد التنبؤ بصورة مؤكدة أي من الأوجه سيظهر نعم صحيح ولكنها تعلم أنه سيظهر على الوجه العلوي سيظهر إما العدد واحد أو العدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة وهذه هي ما تسمى بالتجربة العشوائية إذن ما هي أحباي التجربة العشوائية؟ التجربة العشوائية هي التجربة التي يمكن معرفة جميع النواتج الممكنة لها مسبقا ولكن لا يمكن تحديد الناتج الذي سيتحقق فعلا إلا بعد إجرائها التجربة غير العشوائية هي التجربة المحددة الناتج مسبقا إذن هناك فرق بين التجربة العشوائية وغير العشوائية هيا بناء أحبائي إلى النشاط الثاني أحدد نوع التجارب في مائتي عشوائية أو غير عشوائية واحد إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهر نحن نعلم أن الحجر نرد يحتوي على ستة أوجه متماثلة تحمل الأرقام واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة عندما نلقي الحجر لا يمكن أن نتنبأ بالنتيجة إلا بعد إجراء التجربة إذن هذه هي تجربة عشوائية اثنين سحب كرة من كيس يحوي كرات متماثلة جميعها باللون الأحمر هل هي تجربة عشوائية؟ هي تجربة غير عشوائية لماذا؟ لأننا نعرف نتائجها قبل إجراء التجربة وبعد إجراء التجربة جميع النتائج هي سحب كرة لونها أحمر إذن هي تجربة غير عشوائية ثلاثة إلقاء قطعة نقد لمعرفة الوجه الظاهر قطعة النقد لها وجهان وجه يحمل صورة ووجه يحمل كتابة عند إلقاء هذه قطعة النقد تكون النتيجة متوقعة إما صورة أو كتابة ولكن لا يمكن أن نحدد نتيجتها إلا بعد إجراء هذه التجربة إذن هي تجربة عشوائية نعم صحيح أربعة إجراء مباراة بين فريقين لتحديد الفريق الفائز نحن نعلم أن المباراة لها عدة نتائج إما فوز إما خسارة وإما تعادل إذن هل هي تجربة عشوائية؟ نعم عشوائية لماذا؟ لأننا لا نستطيع تحديد نتيجة المباراة إلا بعد انتهاء المباراة إذن هي تجربة أيضا عشوائية خمسة إلقاء حجر نرد كتب على جميع أوجهه الرقم خمسة وملاحظة الوجه الظاهر هل هي تجربة عشوائية؟ هي تجربة غير عشوائية لماذا؟ لأن جميع الأوجه تحمل الرقم خمسة فنحن نعلم النتيجة قبل إجراء التجربة وبعد إجراء التجربة إذن هي تجربة غير عشوائية التجربة السادسة إجراء مسابقة ثقافية لمجموعة من طلاب الصف السادس لتحديد الفائز منهم هل هي تجربة عشوائية؟ نعم تجربة عشوائية لأننا نعلم أنه سيفوز شخص من هذا الصف ولكننا لا نستطيع تحديد من هو الفائز إلا بعد إجراء هذه التجربة إذن هي تجربة عشوائية هي بناء أحبائي إلى النشاط الثالث أكتب مثالاً لتجربة عشوائية وتجربة غير عشوائية تجربة عشوائية سحب بطاقة من صندوق فيه بطاقات تحمل الأرقام من 1 إلى 4 هذه هي تجربة عشوائية لأننا لا نستطيع تحديد البطاقة التي سنسحبها إلا بعد سحب البطاقة تجربة عشوائية تحديد البطاقة من صندوق فيه بطاقات جميعها تحمل الرقم 6 هل هذه تجربة عشوائية؟ هي تجربة غير عشوائية لأنها جميع البطاقات تحمل الرقم 6 والآن أحبائي وصلنا إلى النشاط الرابع وضعت كرات متساوية الحجم وملونة بألوان العلم الفلسطيني داخل صندوق فإذا قمت بسحب كرة واحدة من الصندوق دون النظر فيه هذا هو الصندوق وهذه هي الكرات التي تحمل الألوان الأسود والأخضر والأحمر والأبيض فالنوادج الممكنة لعملية السحب للون الكرة هي إما اللون أسود أو كرة تحمل اللون الأخضر أو سحب كرة تحمل اللون الأحمر أو الأبيض هذه هي جميع النواتج الممكنة أن نحصل عليها عند سحب الكرة من هذا الصندوق وهذا هو ما يسمى بالفضاء العيني للتجربة العشوائية إذن لنتذكر ما هو الفضاء العيني أحبائي الطلبة الفضاء العيني هو جميع النواتج الممكنة للتجربة عشوائية والآن أحبائي ننتقل إلى النشاط الخامس ذهب الطلبة في رحلة مدرسية إلى مصنع للعصائر الطازجة فإن العصائر المعروضة للطلاب هي إما عصير جزر أو عصير كرز أو عصير كيوي أو عصير موز أو عصير الرمان إذن ما هي الخيارات الممكنة لهؤلاء الطلاب؟ إذن الطالب سيختار إما عصير جزر أو عصير كرز أو كيوي أو عصير موز أو عصير رمان هذه جميع النواتج الممكنة لهؤلاء الطلبة وهذا هو الفضاء العيني لهذه التجربة هيا بنا أحبائي إلى النشاط السادس أكتب الفضاء العيني للتجارب العشوائية الآتية إلقاء قطعة نقود مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهر قطعة النقض لها وجهان إما صورة إما كتابة إذن الفضاء العيني لهذه التجربة العشوائية هو إما صورة إما كتابة اثنين زيارة عائلات فلسطينية لكل منها طفل واحد لمعرفة الجنس جنس المولود إما بنت إما ولد إذن الفضاء العيني لهذه التجربة هو ولد أو بنت التجربة الثالثة تجربة إلقاء حجر نرد إذن الفضاء العيني لهذه التجربة إما الوجه الذي يحمل الرقم واحد أو الوجه الذي يحمل الرقم اثنين أو الوجه الذي يحمل الرقم ثلاثة أو الذي يحمل الرقم أربعة أو خمسة أو ستة وهذا هو الفضاء العيني لهذه التجربة العشوائية هيا بناء أحبائي إلى النشاط السابع الصندوق فيه مجموعة من البطاقات كل بطاقة عليها رقم إما خمسة أو تسعة تم سحب بطاقتين لتكوين عدد من منزلتين الفضاء العيني إما خمسة وخمسة إما خمسة وتسعة إما تسعة تسعة وإما تسعة خمسة ها هي جميع النواتج الممكنة لسحب بطاقتين من الصندوق ويمكننا تمثيل الفضاء العيني بالتمثيل الشجري المرحلة الأولى سنسحب بطاقة إما أن تكون خمسة وإما أن تكون تسعة إذا سحبت البطاقة التي تحمل الرقم خمسة في المرحلة الثانية إما سنسحب بطاقة أخرى تحمل الرقم خمسة أو بطاقة تحمل الرقم تسعة وإذا كانت في المرحلة الأولى البطاقة تحمل الرقم تسعة إما سنسحب بطاقة أخرى تحمل الرقم خمسة أو بطاقة تحمل الرقم تسعة إذن هذا هو التمثيل بالشجرة هيا بنا إلى النشاط الثامن أكتب الفضاء العيني لعائلة لديها طفلان لمعرفة جنس الطفل مع تسلسل الولادة حيث و ترمز للولد وب ترمز للبنت هيا بنا نمثلها شجريا عند زيارة العائلة إما أن يكون الطفل الأول ولد أو بنت فإذا كان الطفل الأول ولد يمكن أن يكون الطفل الثاني ولد وإما أن تكون بنت وإذا كان الطفل الأول بنت إما أن يكون الطفل الثاني ولد وإما أن تكون بنت إذن هذا هو التمثيل الشجري للفضاء العيني فإذا كانت العائلات هذا هو تمثيلها فإما أن يكون لديها ولدين أو ولد وبنت أو بنت ولد وبنت وبنت والآن أحبائي وصلنا إلى المهمة التعليمية المهمة الأولى أكتب الفضاء العيني لاختيار حرف من حروف كلمة فلسطين عشوائيا المهمة الثانية سحبت سمر كرتين على التوالي واحدة بعد الأخرى من صندوق فيه كرات حمراء وكرات بيضاء أكتب الفضاء العيني للتجربة ثلاثة استعمل الرسم الشجري لإيجاد عدد طرق الممكنة لاختيار علبة مثلجات من بين حجمين الكبير أو المتوسط ومن بين نكهتين الشوكولاتة أو الفراولة أربعة أكتب الفضاء العيني لتجربة اختيار حقيبة يمكن صنعها من الجلد أو النايلون وملون باللون الأحمر أو الأخضر أو الأسود بهذا أحبا أن أكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إلى لقاء آخر مع درس آخر اشتركوا في القناة